كان زيارة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل للجزائر مهمة جدا بالنسبة للحكومة هناك تعاون مشترك علاقات ثنائية مكافحة إرهاب وهجرة لكن ليس هذا ما يهم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ويثير تعليقاتهم هم فقط مهتمون بهذه الصور الجديدة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بعد غياب لستة أشهر عن الإعلام كاميرا الرئاسة صورت لقاء الرئيسي بالمستشارة الألمانية لم يبث التلفزيون الرسمي حديث الرئيس المترجم المونتاج كان محكما يظهره من لقطات مقربة وعامة في قاعة الاجتماع لكن أيضا ميركل ظهرت لا تشارك في الحوار بل تستمع فقط للمترجم وهو أيضا يستمع إليها بينما يحدق بوتفليقة في الفراغ وكانت يده ممدودة بينما ميركل تواصل الاستماع للمترجم المغردون والناشرون المفسبكون تواصلوا على مواقع التواصل توفيق هيشور يقول ميركل تلتقي بوتفليقة وتعاين عن كثب سبب هجرة الشباب الجزائري ويدرج هذه الصورة من الاجتماع ياسين يقول صحيح أن ميركل وصلت إلى العهدة الرابعة في الانتخابات الأخيرة لكن ذلك لم يتناقض مع روح الديمقراطية لم يختلفت ناني على أن الجزائر انتهت إلى مأزق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا صارخ هناك اهتمام بزيارة المستشارة الألمانية التي انتخبت أربع دورات متتالية منذ عام 2005 بوتفليقة أيضا يحكم للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 99 هناك حديث أيضا عن عهدة خامسة له رغم ظروفه الصحية أنصاره يقولون ها هي ميركل أربع دورات طبعا الوزير أحمد أو يحيا هو من يتولى معظم ترتيبات المراسل نظرا للظروف الصحية للرئيس فظنت قناة تيفي ان الألمانية أنه هو الرئيس الجزائري بوتفليقة خلال التغطية وكتبت عبد العزيز بوتفليقة هنا الرئيس الجزائري على صورة أو يحيا جمال ويلد عباس هو رئيس حزب الجبهة التحرير الحاكم يعد الرجل الأشهر في المنصات بالتزامن مع زيارة ميركل صراحة ذات مرة أنه يعرف ميركل ودرس معها في جامعة لايبزيك هذا ما قاله في حينها قبل سنة المعلقون يريدون المزاح وسخروا تقول ميركل سأزور الجزائر أسأل عن ذلك المسؤول الذي قال إنه يعرفني ودرس معي صحفيون توعدوا بطرح هذا السؤال على ميركل إذا كانت تعرفه لكن جمال ويلد عباس كان سباقا إلى الصحافة وصرح بما يلي أنا لم أقل إطلاقا أنني درست مع ميركل يوما وتصريحات فهمت خطأ من طرف الصحفيين أنا خريج جامعة لايبزيك الألمانية عام 64 أن المستشار الألماني فهي خريجت نفس الجامعة لكن في عام 73 من المواقف أيضا في المؤتمر الصحفي تحدث أويحيا بالعربية من دون ترجمة فسألت ميركل أين الترجمة من العربية لا يوجد ترجمة شعر أويحيا بالخجل فاضطر إلى الحديث بالفرنسية ريثما يتم تأمين مترجم من الفرنسية إلى الألمانية بلا سفقات كانت الزيارة ولا مذكرات تفاهم ولا عقود استثمار شكرا